ننوه الآن إلى هذا العاجل في انفراد للقاهرة الإخبارية وبوساطة مصرية تمت موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف لإطلاق النار اعتبارا من العاشرة مساء اليوم والاتفاق الذي تم برعاية مصرية يتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل ودعت مصر والطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار